بالمناسبة اليوم سمعنا وزارة الدفاع كذبت ما جاء في جونافريك من أن شنغريحة موجود بشكل سري في باريس أنا أعتقد أن التكذيب صحيح وبالفعل قناعتي أن الشنغريحة مش في باريس والحقيقة أن في التكذيب تقرأوا شيء يقول لك خلينا نقرأ لكم التكذيب باش شوفوا وين التلعب بسرعة يعني نظن رأي موجود عندي تمنى أنه موجود عندي هنا التكذيب يقول التكذيب يقول وزارة الدفاع الوطني تكذب داروا حاجة مستعجل بيالي وزارة الدفاع الوطني يعني كل القيامة قامت مع أنها مجلة ذكرت شيء المفروض لا تعتبر حتى قيمة لكن لأن هناك خلفية أخرى قدر أن نقول لكم عليها قال لك في البيان في محاولة تضليلية مفضوحة نشر الموقع الإلكتروني لمجلة جونافريكا اليوم الثلاثاء 15 جوان 2021 سارعه بقوة بسرعة يرده مقالا تحت عنوان السعيد شنغريحة في مهمة سرية بباريس لمناقشة قضية الساحل إن وزارة الدفاع الوطني تكذب قطعيا هذه الافتراءات التي جاءت بها هذه المجلة المعروفة بتوجهاتها التي تخدم جهات معادية الجزائر وتؤكد أن هذه الأخبار الكاذبة ما هي إلا محاولة يائسة تهدف للتأثير على الرأي العام خاصة في المناسبات والمحطات الوطنية الحاسمة التي تشهد بلادنا بهذا الصدد تؤكد وزارة الدفاع أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة وتعلم لمن يهمه الأمر أن السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لم يخفي أبدا تحركاته ونشاطاته داخل وخارج الوطن هذا صحيح أنا قناعتي أن شنغريحة ما سافرش في البيان يقول أن شنغريحة ما سافرش وأنا أصدق هذا البيان بالرغم أنه ما في الغالب يكذبون لكن لي ما قالوهش مثلا كانوا قادرين يوضيفوا شيء يقولوا باللي شنغريحة لم يسافر والواقع أنه ليس هناك أي مسؤول عسكري جزائري في فرنسا ما قالوش هذا الكلام لأنه كونغ قالوه داروا تكذيب قطعي كنستكون فضيحة لأنه اللي يرى موجود في فرنسا ليس شنغريحة هو محمد قايدي قديد الجنرال قديد شنغريحة لا علاقة له مباشرة بالترتيبات التي تجري هو يوقع فقط هو وقع لما جاء لو كوانتر اللي بالمناسبة الآن راو استقال أي ما يسمى برئيس الجيش الفرنسية راو استقال وراح يخرج في يوم 21 جوليا القادم قال لهم ما لازمش يكمل كثير يما يطولش لما جاء لو كوانتر وكان هذا الشنغريحة وشفت الصور كم كانت مؤلمة تلك الصور بل لكن المساعد الآن يعود يذكرنا بوحدة منها ويرسلها لنا شوفوها خلاص قامت الاتفاق إرسال الجيش الترتيبات والمكلف بكل هذا الموضوع هو الجنرال محمد قايدي المدعو قديد وهو المكلف بهذه الأمور منذ سنوات طويلة كنا ورنا لكم صور تاعه في 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 لليزي في 2013 عندما كان هو المكلف من الجانب الجزائري بفتح الأجواء وعطاء اللوجيستيك والدعم للاستعمار الفرنسي لمالي الآن المكلف هو الجنرال قديد اللي أعلن عن نفسه بأنه نائب قائد القوات قائد قوات قائد هيئة الأركان في لقاءه الأخير مع العسكر الماليين أعلن على أنه نائب قائد هيئة الأركان ونحن نعرف أنه رسمياً ما فيش نائب لهيئة الأركان النائب الحقيقي التاع العملي هو قائد القوات البرية ولذلك هو يريد أن يتجاوز قائد القوات البرية لأنه فيه احتمالات أن يتم رحيل شنغريح وهو يريد أن يكون الخليفة وفرنسا والولايات المتحدة تريد قد ديد هو رئيس للجيش الجزائري هو رئيس لهيئة الأركان هل سيتم ذلك أم لا؟ هذا يبقى في إطار الخصومات والصراعات الموجودة في هرم السلطة إلى من ستنتصر وهل سيكون هناك تحالف مثلاً مع الجنرال قايدي مع الدياريس انتع توفيق أم مع الدياريس الراهنة تعراشدي والآخرين هذا كله هذا كله الأيام القادمة لكن قناعتي أن هذه النسبة 23% أضعفت بشكل كبير جناح شنغريحة تبون للحد الآن معهم قيدي لحد الآن باعتبار شنغريحة قيد الجيش حتى بنعلي بنعلي اللي هو أعلى رتبة من شنغريحة راه بعيد يروح للمكتب مرة مرتين في الأسبوع لكن خارج إطار المعادلة وإنما هناك صراع لعلي نتكلم عليه غدوة بين كبار المسؤولين داخل الأمن الرئاسي والحرس الجمهوري من يخلف بنعلي بنعلي من يأخذ ماذا إلى آخرين نتكلم عنه غداً إن شاء الله إذا كان هناك لايف والأرجح سيكون بإذن الله